السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم مجددا في فيديو جديد بعد غياب تقريبا دام ثلاث أسابيع أو شعر لتزامة الشخصية سوف نبدأ هذه السلسلة ان شاء الله وسوف نعود لكم ان شاء الله مرة وقرار بهذا المنشور الذي شاركه ودكتور فرفر كما تشاهد معي يقول لك يا سيدي السلام أخي أمس كان في تعليق على المنشور في مجموعة تسويق على فيسبوك بيحدر من مشاهدة الشروحات برامل الدكتور فرفر الفيديوهات ملغمية تخيل معي ناس تقول لك ان الشروحات التي انا اشاركها على يوتيوب هي شروحات ملغمية تخيل معي انا او الدكتور فرفر او شخص اخر دكتور قام بتلغيم يوتيوب تخيل معي انه عندك القدرة من ذيك الكفاءة عند ذيك المهارة انك تلغم تلغم يوتيوب يعني الشخص يشاهد يوتيوب يجي لفيروس يعني تخيل من ذيك القدرة انك تقوم باختراق يوتيوب لكي تضع فيروس ولسي لديك القدرة انك مثلا تضع انالدية اذا كان عندي قدرة ان يخترق يوتيوب اول شي سوف اقوم بي سوف اضع رابط لادسنس اضع اعلان ادسنس لك اكسب يوم واحد وسوف احصل على الاقل مليون دولار لانه شي خيل تخيل معني يوتيوب الملاير من المشاهدات في اليوم واذا لدي القدرة ان اخترق يوتيوب سوف اضع اعلان ادسنس او سوف احول الترافيكي لصفحة موقعي او شي من القبيل او اضع فيديوهاتي تظهر في الصفحة الاولى حتى اكسب زيارة لهم ادسنس اضع اعبير وساني لاستهتار وسخرية من العقول واعتقد لانه هكذا منشورات او هكذا تصريحات يعني غاية منه وطاقة السخرية من عقول الناس لانه منها على تجربة المتواضعة انا اعتقد هذا غابة لان الشخص الذي قام به يسخر من الناس ان شاء الله سوف نستمر في شرح برامج دكتور فرفر وسوف نشارك معكم مجموعة من الشروحات وان شاء الله في الفيديو المقبل سيكون له علاقة بانشاء محتوى باستخدام ذكاء الاصطناعي يعني الـ AI content creation يعني سوف تقوم بانشاء محتوى باستخدام ذكاء الاصطناعي بالأخص بالأخص مقالات وسوف نذهب الى ما يسمى بتوليد الصور بحكمنا عندي تجربة في هذا المجال قمت بتقريبا تقريبا سنة ونصف تقريبا وانا استخدم ما يسمى بالميد جورني منصة جميلة برنامجة وخدمة جميلة تساعدك على توليد الصور باستخدام ذكاء الاصطناعي سوف نشارك معكم ان شاء الله وسوف نشرح مجموعة من الأمور هذا كان كل شيء فيديو خفيف عدنا ان شاء الله ودعونا نخترق يوتيوب مع السلامة